بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو البرنامج اللي مثل حل المثال اللي شفناه اللي جلسين نحله الآن حوله اللوبز هذا هو البرنامج خل نشوف التشابه بين البرنامج وبين الكلام اللي كتبناه والالغوريتم اللي كتبناه لاحظ هنا انه خل نقسم الجزء هذا اللي هو يقرأ قيمة العدد المطلوب من المستخدم اللي هو يمثل رقم واحد الجزء يمثل رقم واحد فإذا هنا ممكن نقول رقم واحد الآن رقم واحد فاصلة واحد اللي هو عرفنا متغير اسمه طبعا سميناه كاونت زي ما قلت لك دائم حاولت تستخدم اسماء أف يعني ماذا اسماء مفهومة واضحة سميناه كاونت نسبة الكاونتر أو العداد وضعنا فيه القيمة صفر ف 1.1 نستطيع أن نقول هذه 1.1 هذه هي الخطوة ثم بعد كده الخطوة هذه اللي قلنا كتبناها بالبداية بشكل متسلسل وجدنا فيها من خلالها وجدنا النمط اللي يتكرر ثم بعد كده حولناها اللوب اللي هي هنا مضبوط اللي هي الجزء هذا من البرنامج اللي هو جزء الوائل اللوب فلاحظ شرط الوائل والكاونت أصغر من أو يساوي نم فهذا هو طالما السي أصغر من أو يساوي نم ثم هنا أطبع القوس اللي سار هذا طبعت القوس اللي سار أطبع قيمة الكاونت اللي هو طبعت هذا ثم زد قيمة أوكي ممكن تبدل الثنتين هذولي زين فممكن تطبع القوس اليمين بعد كده تزيد أو العكس ما يفرق مضبوط لكن كده أفضل يعني إننا نطبع الأقواس والعدد ثم نزيد قيمة العدد إذن بالضبط هذا هو تحولنا برنامجنا من أو القريثم اللي عندنا حولناه إلى برنامج لاحظ أهمية كتابة القريثم بالشكل هذا خصوصا لما تجيك مواضيع يعني شوية لخبط زين اللوب تكون ممتاز جدا تكتب لأنك تعرف من خلالها تكتشف أول شي هل نحتاج لوب في السؤال أو في البرنامج في المشكلة أنت تحاول تحلها والشيء الثاني إذا كنت تحتاج لوب كيف اللوب هذه راح تشتغل وش النمط اللي راح يتكرر وش التعليمات اللي راح تتكرر خلنا نحاول ننفذ اللوب هذه بشكل سريع مع بعض ونفهم كيف طريقة تنفيذها طبعا أول شي الكمبيوتر راح يبدأ يطبع ويقرأ نم فلو جينا هذه هذه الذاكرة عندنا فهذا نم راح نقرأ قيمته ونفرض أن القيمة خمسة كانت القيمة خمسة فإذا قرأنا قيمة نم خمسة مضبوط بعد كده عرفنا العداد هذا عداد الcount مضبوط ووضعنا فيه القيمة صفر زي ما تشايفين في الخطوة واحد بعد كده بدينا بعملية اللوب فنبدأ نشيك هل العداد أصغر منه يساوي النم طبعا الصفر أصغر منه يساوي الخمسة فنجي نطبع هذا عندنا الأوتبوت هنا أقل برنامج فنجي نطبع قوس يسار ثم بعد كده نطبع قيمة العداد اللي هي صفر بالسطر هذا ثم نطبع بالسطر هذا القوس اليمين ثم بعد كده نروح نزيد العداد بواحد فيصبح العداد فيصبح العداد رقم واحد بدل منه رقم صفر نرجع مرة ثاني للوائل هل الواحد أصغر منه يساوي الخمسة نعم الواحد أصغر منه يساوي الخمسة ندخل مرة ثاني نطبع قوس ثم ثم نطبع العداد هنا اللي هو واحد ثم نطبع القوس اليمين هكذا ثم نزيد قيمة العداد بواحد زي ما تشايف فيكون العداد عندنا اثنين وهكذا نستمر في زيادة العداد نزيد العداد حتى يصبح العداد طبعا ونطبع فنطبع ثلاثة اعفونا اثنين ثم نطبع ثلاثة ثم نطبع أربعة ثم نطبع خمسة في حالة طبعا الرقم خمسة معناه أن العداد هو قيمته خمسة فوصلنا لهنا وطبعنا العداد مع القوسين المعقوفين البركتز بعد كذا الآن نزيد قيمة العداد بواحد فيصير قيمة العداد بستة ومن الواضح أنه لما زدنا قيمة العداد بواحد صار قيمة بستة الشرط نرجع مرة ثانية للوائل الشرط ما رح يتحقق مضبوط ما رح يتحقق فبالتالي رح نخرج برى الوائل فنخرج برى الوائل نروح هنا وينتهي تنفيذ البرنامج إذا اللحظة أننا كنا ندور جوة الوائل هذه ندور درنا مرة مرتين ثلاث وإلى أن درنا ست مرات وحنا جاسين نطبع وخلال المرات هذه طبعنا من صفر إلى خمسة ثم في المرة الأخيرة المرة السابعة لما شيكنا طبعا طلع الأكاونتر أكبر من العدد المطلوب فبالتالي خرجنا برى لاحظ بعض الملاحظات في البرنامج هذا أولا البرنامج هذا لا يمكن كتابته بدون استخدام لوب حنا شفنا مثال أول مثال في اللوب كنا نحاول قلنا أن والله ممكن حل المثال بدون لوب لكن رح تكتب جمل طباعة كثيرة هنا لا يمكن حل المثال بدون اللوب لأنك ما تدري كم مرة رح تكرر على حسب الإمبوت اللي رح يجيك من المستخدم رح تكرر ما تدري رح تطبع مرة مرتين خمس عشر ما تعرف زين فهذا مثال على عكس أول مثال أخذناه في اللوب هذا المثال لا يمكن حله بدون اللوب مضبوط بينما ذاك المثال كان ممكن حله بدون اللوب بطريقة غبية جدا يعني بتكرار طباعة كبير من المرات شيء الثاني أنه لاحظ أنه هنا شرط التكرار لما وضعنا الكاونتر الشرط حق توقف التكرار هنا ليس بضرورة أن يكون رقم ليس بضرورة أن نقول أنه العداد أصغر من خمسة أو عشرة لا ممكن يكون العداد أصغر من قيمة فيريابل ثاني مضبوط فنقارن بين العداد وبين فيريابل ثاني والفيريابل هذا ممكن يكون جاي من المستخدم ممكن يكون جاي من أي مكان ثاني في البرنامج واضح؟ هذا شيء دائما يتكرر في البرامج عند استخدام التكرار أو اللوب زين؟ هذولي حاجتين مهمات يعني اختلافين مهمين عن البرامج اللي شفناها سابقا في اللوب زين؟ أتمنى أن تكون إن شاء الله فهمت البرنامج أرجو أنك تنفذه إذا كنت ما نفذته تتأكد أنك فهمت البرنامج بشكل جيد إذا كنت فهمت البرنامج بشكل جيد حاول أنك تعكس المطلوب بالبرنامج يعني معنى أنه البرنامج الآن هذا يطبع لك من صفر إلى العدد المدخل أبغاك تسوي العكس إن برنامج يطبع من العدد المدخل وحتى الصفر فمثلا لو دخلك المستخدم الرقم مثلا لو دخلك المستخدم الرقم 6 زين؟ فإن برنامج رح يطبع لك 6 5 طبعا بأقواس مضبوط حتى الصفر يعني العكس فجرب البرنامج هذا رح تتأكد من خلال لما تتحل البرنامج هذه إذا حلت في شكل صحيح تتأكد أنك إن شاء الله فهمت المثال هذا ترجمة نانسي قنقر